الحمد لله الذي خلق السماء والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعقلون هو الذي خلقكم من مطيم ثم فضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تحسبون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جناءهم فسوف يأتيهم أنبناء ما كانوا به يستهزفون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماوات عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأذلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاط فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا سحر مبين وقالوا لما ننزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقديا لنرسروا ملا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجله وللبسنا عليهم ما ينفسوا ولقد استرزع برسل من قبله فهذا بالذين سخروا منهم ما كانوا به يسترزلون قل زيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن مهى بالسماعة والمرض قل لله كتب على نفسه الرمة ليجبعنكم إلى يوم القيامة لنريم فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لما يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو سميع عليم قل أغير الله هاتخذ وليا فاطر السماوات والمرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الخوز المبين وإن ينسسك روماه في قرر فلا كنشف له إلا نوم وإن ينسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بهيء مما تفركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا ومنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوهم أين شركاؤكم الذين كنتم تسعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قروا والله أضنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كلم يسرون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم كذنة أن يفعوا وفي آذانهم وقرارا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاء ذاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا لا إلا أساطير الأولين وهم ينهن عنه وينهن عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ومنهم يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النهار فقالوا يا ليت لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولكون من المؤمنين فالبدالهم ما كانوا يخفون من قبل وله ردوا لعادوا إيمانه عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وأنصراء إذ وقفوا على ربهم قال لليس هذا في الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى نهنا إذا جاءتهم السنعة بغتا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أرزارهم على ظهورهم ألا سناء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولتار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت قصر من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهوذوا حتى أتى لهم نصرنا ولا مبدل بكلمة إلا آماء ولقد جاءنا أك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقهم في الأرض أو سلمهم في السماء فتأتيكم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وإن شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لليعلمون وما من دابة في الأرض ولا طالب يطير بجناحيه إلا أمم من سالكم ما فرطنا في الكتاب من شريء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وقفهم في الظلمات من يشهد الله يضلر ومن يشهد يجعله على صراط مستقيم قل ما رأيتكم ماذاكم عذاب الله أو هتفكم الساعة أغير الله تدعون لن كنتم صادقين فالإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلينا أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس آلاء والضراء لعلهم يتطرعون فلولا مهام إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قسف قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابه لشريء حتى إذا فرحوا بما أمتوا أخذناهم برسة فإذا كن مبلسون فقط عذاب الضرم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصنف الآيات ثم لهم يصدقون قل رأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة سنهلوا لهم إن تلقوا الضالبون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا من يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خساء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملأ إن أتبع إلا ما يوحلنا إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فزننا بعضهم ببعض ليقولوا أهلاء نائم أن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشهاكين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمن أنه من عمل منكم سوءا بجهال ثم ساب من بعده وأصلح فأنه غفور وخير وكذلك نفصل الأعينة ولك السبيل سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوى أخم قل لا أتبع أهوى أخم قد ظللت إذا وقال أنا من المتدين قل إني على بينة من رفي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا إلا يقص الحق وهو خير الفلاصي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لكم هي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مباتح الغيب لا يعلمنا إلا لهم ويعلمنا في البر والزحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمنا ولا حسبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الظاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتوا رسلنا وهم لا يفردون ثم يردوا إلى الله موله الحق ألا له الحكم وهو أزرح الحواسبين قل من ينجيكم من ظلمات البن والبهر تدعونه تضرعا وقفيا لئن أنجلنا من هذه للكونا من الشماكلين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من خوفكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرح الأيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيلين لكل نبأ مستقر وزوف تعلمون وإذا رأيت الذين يفرضون في آناتنا فأعرض عنهم حتى يفرضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطرا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حزاب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وللهم تقضوا دينهم لعبا ونهوا وحرمتهم الحياة الدنيا ولكن به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميب وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل لندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعطابنا ونرد على أعطابنا بعد إذا دان الله كذلك تهوته الشياطين في المرض حيرا حمرانا أصحنه يدعونه إلى الهدفتنا قل إنه دواء هو الهدانة وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة وتهوه وهو الذي إليه تحشروا وهو الذي خلب الزعوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخفيم وإن قال إبراهيم الأبيه هذا وأتتخذ أصنع من آله إني أراك وقومك في ظلام مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السعوات والأرض وليكون من النقين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فقال هذا ربي فلما أفل قال له الحب الآفين فلما أفل قال لئن لم يعدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بني مما تشركون إني وجهت وليا للذي فقر السعوات والأرض حنيفنا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكر وكيف أخاف ما أشرتهم ولا تخافون أنكم أشرتهم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون وتلك حجتنا آتينا لها إبراهيم على قومه نربع درجات من نشاء نهار إن رفك حكيم العظيم ووهدنا له إسحاف ويحوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسى ونغرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياسا كل من الصالحين وإسماعيل وليسعى وعونسا ونوطرا وكلهم قطلنا على دمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يأتي بي من يشاء من عباده ولو أشبقوا لحفظ عنهم ما كنوا يعملوا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنضوة فإن يكثر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتد قل لما أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين وما قدرواه حق قدره إذ قالوا ما لا أنزل الله على فشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتفكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا نبناءكم قل الله ثم ذكر في خرضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يدهيه وإذ انذرهم القرى وأنحهم لها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن يسترى عن الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحد إليه شيء ومن قال سننزل مثل ما أنزل الله وأنترى الله إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخذوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عماناته تستكبرون ولقد جئتمونها فرأتاك ما خلقناكم أول مرة وتردتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعها أهم الذين زعنتم أنهم فيكم شؤكا لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا سفكون فارغ الأصباء وجعل الليل سكا والشمس والقمر حصبانها ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لهم النجوم لتأسدوا بها في ظلمات البل والبحر قد قصلنا الآيات لقظمه يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد قصلنا الآيات لقوم يقرون وهو الذي أنزل من السماء ملاء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا ومن النهل من طلعها قلوان زالية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون ورمان مشتبهه وظهر متشبابه انظروا إلى زمنه إذا لا أكمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصار ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميه فعليهنا وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصلك الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقرمه يعلمون اتبع ما ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأحرص عن المشركين ولن شاء الله ما أشرق وما جعلناك عليهم حفيظا وما مهلا أنت عليهم بوتير ولا تسفوا الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرتعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأعزموا بالله جاد أيمانهم لإن جناءهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما ينشركم أنها إذا جناءت لا يؤمنون ونغلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعلمون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاءنا الله ولكن أثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينا من سوى جن يمعي بعضهم إلى بعض سفر فالقوم غرورا ولو شماء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروا ولتصفى إليه أفدت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضره وليقترفوا ما هم مقترفون أغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من رفك في الحق فلا تكون إن من المتري وتأمت كلمة ربك صدفه وعدل لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تضع أكثر من في الأرض يذلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يرسلون إن ربك هو أعلم من يذلك عن سبيله وهو أعلم بالمتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا مضطرلتم إليه وإن كثيرا ليظلمون بأهوى نائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنهم لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليان اللههم ليجنثلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُرًا يَمْشِئِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك سين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكافر وجرميها من ينكروا فيها وما ينكرون إلا بأمر نفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نمتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجروا صوار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بمكانه ينكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره طيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد وصل الأنينة لقومه يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن فل استكثرتم من الإنس وقال أولي ماءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغننا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مذواك الخالدين فيها لا إلا ما شمعنا الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتيكم رسل منكم يقصرون عليكم أهياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وورثهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألغم يكون ربك أولك القرى بظلم وأهدها الغافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ورفك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآهتم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنهم لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعى من الصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء فها يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وفها يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعهمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حر مذورها وأنعام لها يذكرون اسم الله عليها افتروا عليه سيجزيهم بما كانوا يفتروا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكرنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد قتل الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتروا على الله قد ضلوا وما كانوا نهتديه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من زمره إذا لا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حنولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا فطرات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنفين أما اشتملت عليه أرحام المنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنفين أما اشتملت عليه أرحام المنفيين أم كنتم شهدانا إذ وصلتم الله بهذا فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يعدل قوم الظالمين قل لأنا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعنه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنتين فإنه رجس أو فسطا إلا بغير الله به فمن الطرى غير داغ وعاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملتهم روما أو الحوايا أو ما اختلطوا بعمهم ذلك جزيناهم ببقيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقروا اصبقوا رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المترمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذلكوا بحسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم إلا تقرصوا قل فالله الحجة البارغة فلو شاءنا لها تلكم مجمعين قل هل من شهدنا أقول الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدون فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآفرة وهم بربهم يحتلون قل تعالى لو أتماحا وما ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين يحسننا ولا تغتلوا أولادكم من الله إن نحن نرزقكم وإيناهم ولا تقرهوا فواهشا ما ظهر منها ومنبطا ولا تغتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به إن عملكم تعقلون ولا تقرهوا ما لليتيم إلا بالذيه أفزن حتى يبلغ أشد وأرضوا الكيلة والميزان بالقص لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربها وبعهد الله أوكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأنها لا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبن فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فاتبعون ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة العيلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتنه أنزلناه بارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إننا أنزل الكتاب على ضائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافرين أو تقولوا لو أنها أنزل علينا الكتاب لكم ما أهتم منهم فقد جاءكم بينة لربكم وهدى ورحمة فمن أغلى ممن كذب بأيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصفون عنها لنسلوا العذاب بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت فيه مهلها خيرا قل انتظروا إنهم انتظرون إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما ها أمرهم إلى الله ثم ينفئهم بما كانوا يفعلوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قلنا غير الله أبدي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العطاب وإن له لغفور رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر